اشتركوا في القناة التي ينظمها طلاب جامعيون برعاية جامعتي هارفاردبا كولومبيا وعدد من المنظمات العالمية وتهدف القمة لمناقشة قيم التسامح والتعايش السلمي والخروج بتوصيات تعزز الأمن والسلام الإقليمي والدولي بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق والمحمد حمدان داقلو مع مبعوث الاتحاد الأوروبي بيكا هافستو والتوترات الحدودية بين السودان وأثيوبيا وعضاء اللاجئين الأثيوبيين وأطلع حمدتي المبعوث الأوروبي على سير تنفيذ اتفاق السلام وترتبات الحكومة لحماية المدنيين في دارفور بعد خروج بعثة يونميد يخاطب رئيس الوزراء دكتور أبدالله حمدوك ورشد عمل حول بناء القدرات الوطنية للسودان في مجال مكافحة الإرهاب بتمويل من الاتحاد الأوروبي المقام في الخرطوم يومي الأحد والإثنين ويأتي تنظيم الفعالية في إطار الشراكة لمكافحة الإرهاب بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبرنامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في السودان وصل وفد من مكتب المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية للخرطوم واتفق الوفد مع وزير الخارجي عمر جمر الدين ووزير العدل نصر الدين عبدالباري على توقيع مذكرة تفاهم مستقبلا بين السودان والمحكمة بغرض توضيح شكل التعاون وتسهيل مهام الوفود وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجههم ترجمة نانسي قنقر